عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الكشف الأثري المهم معنا على تليفون دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثاري دكتور مصطفى صباح الخير يا فندم صباح خير يا سيد محمد صباح خير يا سيدة جمالة صباح خير يا سيدة المشاهدين وكل سنة حضرتك طيب وخير يا فندم طبعا احنا كل فترة كده عندنا كشف أثري مهم للغاية لكن بيكون قبل هذا الكشف فيه مجهود كبير جدا حتى نصل إلى هذا الكشف عايزنا نعرف من حضرتك أهمية هذا الكشف وإيه المجهود اللي عملناه خلال الفترة اللي فاتت حشان نصل إلى هذه الجبان إحدى كبعثة مصرية تابعة للمجلس الأعلى للأثار اخترنا الموقع ده من نوفمبر 2017 وزي ما كانت قال في التأرير احنا كان الهدف الرئيسي ان احنا ندور على جبانة العصر المتأخر وجبانة التولة الحديثة في 2019 كان تم الكشف تدامن عن جبانة التولة المتأخرة العصر المتأخر وكان متبقي معنا العصر الحديثة أو التولة الحديثة المهم ان احنا بدأنا لحفيرنا والحمد لله كان آخر الموسم اللي هو الموسم السابع اللي بدأنا في أغسطس الماضي بدأت مؤشرات المقابر الصخرية اللي بترجع للتأرير الحديثة وزي ما اسمعنا في التقرير الحمد لله كم كتير جدا من اللقاء الاثرية وعن تمثيل الأوشابتي اللي ذكرت احنا من ساعة لما بدأنا في 2017 تم الكشف عن أكتر من 25 ألف تمثال أوشابتي بجانب آلاف من التمائم التمائم اللي كانت بتجلب الحظ للمصر القديم والموميوات والتوابيط الخشبية في حالة أكتر من رائعة وأواني الكاربية ما زالت تحتفظ بالأحشاء بداخلها سواء معدى أمعاء كبس رئي قديم الحمد لله من المبارح للمهاردة الفيكبات بتاع هذا الكشف عالميا له صدق إيجابي بشكل غير عادي القنوات وصحف عالمية كلها بتتكلم عن هذا الكشف لأنه من المعروف أنه عشرات البعثات الأجنبية كانت تتدور على المكان ده في المكان ده عن جبان الدولة الحديثة لكن الحمد لله كان لنا الحظ الأوفر إن احنا لقينا هذه الجبانة حاجتنا برضو يا دكتور نعم فلن بقول لها دك حاجتنا فإحنا أولى بيه الحمد لله البرضية بقى ده الجميل كمان البرضية إحنا لو نرجع بالساكرة من سنة ومصر تقريبا من المعروف عالميا إن آخر برضية كاملة اكتشفت في مصر من أكثر من 120 سنة لما بدأنا حفيرنا برضو كبيرة نصرية في محبئة سقارة لقينا البرضية الأولى ثم لقينا البرضية الثانية ثم لقينا البرضية الثالثة ده المكان ده في سقارة طبعا كان لازم تحس الوريسة وتنجبها بنوع من أنواع الغيرة فدتنا الحمد لله برضية كاملة دمائلنا المرممين بالدراسة البابقية تشير إن البرضية دي طبعا حالة أكتر من رائعة قد يصل طولها من 15 إلى 18 متر طول تقريبا والبرضية تتكلم عن ما يسمى كتاب الموتى كتاب الموتى عبارة عنه عشان نوضح للسادة المشاهدين كتاب الموتى يعني شوية تعويض نصوص تفيد المتوفى في رحلة تشير في الغريفة زمائلنا المتحف القومي للحضارة المصرية موجودين المتحف المصري الكبير المتحف المصري بالتحرير نجد كتاب المتحفين هذي كلهم بيبصوا إن كل واحد عايز ياخد أي حاجة يعرضها في متحفه وكان بإحجاز جميل كده إن الكل بيتكالب لعرض بعض هذه القطع اللي تتناسب مع تداره العرض المتحفي في متحفه المهم إنه احنا استقررنا تقريبا إن البرضية رقم 4 بإذن الله تعالى ستعرض في المتحف المصري الكبير هاي التبعا يعني حاب أعرف من حدايك دكتور مصطفى برضو رحلة الوصول باقي لهذا الكشف الآثري يعني الوقت تأدئي العاملين أو الفريق اللي اشتغل على هذا الكشف هل كله مصريين ولا تم الاستعانة بأجانب لو تعرف السيدة المشاهدين فاندم على رحلة الوصول يعني ما قبل هذا الكشف الآثري سيدة جمالة إحنا منذ أن لنا هذا المنطق والله الحمد لله 2017 بنعتمد اعتماد كله على زميلنا المراملين المصريين والأثريين المصريين ما فيش واحد ما بشعر أصبر ولا بأين خضر في مواقعنا اللي بلغ عددها بنتكلم على 50 دعثة مصرية على مستوى الجمهورية والحمد لله كان لها كان لها الفضل في أنها تبهر العالم كله بتمن اكتشافات غير مصبوعة بالرغم من وجود أكتر بين 250 باعدة أجنبية في مصر من 25 دولة لكن على مدار الخمس والست سنوات الماضية الحمد لله البعثات المصرية كان لها صبت في كل الاكتشافات وكل الإنجازات سواء ترميم أو اكتشافات أو حسائر أو إلى آخره أما على عدد متوسط عدد البعثات المصرية أحنا بنتكلم متوسط من 12 إلى 15 مفتش أصدار وبنتكلم على أكتر من أربعين عامل على حسب طبعا موقع نفسه مدى حجمه غير المرميمين المرميم بيبقى متوسط مثلا 3 إلى 5 مرميمين في كل مرميمين عشان على طول بنعملها ما يسمى الفلسط ايد أو الطعفات الأولية في نفس المكان في النهوش وإن الأرض دكتور مصطفى أتمنى بس حضرتك تقف في مكان آخر لأنه الصوت بيقطع كده الصوت أبو متوسط 15 مفتش أصدار على مستوى كل بعته بجانب أربعين خمسين عامل بيعملوا في مهجال الحفاير لأنه لا غير المرميمين المرميمين ممكن يصل عندهم من 2 إلى 5 مرميمين عشان زي ما قلت حاجزوا لك عندنا ما يسمى الفلسط ايد يعني يقوم عملية تقويل النقوش والألوان ومجرد الكشف عنها للأثر ثم ينتقل بسلام الله إلى المعمل الجديد الجديد والجميل أنه إحنا خدنا قرار من أصدر أن كل أثر اللي تكتشف مكانها في المتاحف تعرض في المتاحف وليس في المخازم ده مهم جدا دكتور مصطفى طيب لو بصنا سيد محمد والسيد جمان والسادة مشاهدين المظهر ومتحف شرم الشيخ متحف شرم الشيخ أخذ شفات الباحثات المصرية مكسف من الحرارة المصرية كثمية أصدر الشفات المصرية وعند من من خلصية دكتور مصطفى صوت حضرتك مش واضح لكن بكل تأكيد هذا الكشف ليه أهمية كبيرة جدا في بعض الاكتشافات يا دكتور مصطفى أكيد حضرتك طبعا هتوضح لنا هذا الأمر بتعيد كتابة أجزاء في تاريخ أو بتضيف للتاريخ بيكون فيها معلومات إضافية هل هذا الكشف من هذه النوعية الكشف اللي احنا بنتكلم عليه بصدد وده أطبعا لأنه دائما إحنا وبسطين على كل كتب العالم اللي تكلمت على مصرية تورا الجبن كلها جد تتكلم بيتكلم على جبانة الدولة الأديمة وعصر الانتقال الأول ودولة الوسطى وما حد تش يتكلم نهائيا عن جبانة الدولة الحديثة وعلى العصر المتأخر الحمد لله إن احنا قدلنا نزل الستطار عن جزء مهم جدا في التاريخ وحاجة ثانية تمام إن البردية إن في بردية كاملة في منطقة الغريفة أو منطقة تونال جبل دي ما حصلتش أبدا كده فالكلام دي كله بيضيف حاجات كثيرة جدا للتاريخ المصري دكتور مصطفى هل مازال العمل يعني مستمر في نفس المنطقة في تونال جبل ولا العمل توقف العمل لن يتوقف يا أستاذ الجمانة سواء كان في سقارة أو في الهارم أو في ننصر أو في أسوان أو في الغريفة أشنا بنشتغل ونتوقف بس مع نهاية شهر خمسة عشان خاضر السنة المالية لكن تبع فتن الحمد للإن هنشتغل تقريبا ما يقرب من عشر شهور في السنة بنتوقف بس في شهري ستة وسبعة لكن العام أعمال والحفايا كلها في الراه ولمس السنة كلها ولله الحمد طيب دكتور مصطفى يعني شاغل بالي دايما الشواهد اللي على أساسها بنقرر نحنا نشتغل في المنطقة دي سؤال حلو جدا يا سيد محمد نحنا بنكلم على إيه للوقت لما يبقى فيه قديما مثلا بنكلم على من ثلاث تلاث تلاث وفرسمية سنة ثلاث تلاث تلاث وفرسمية سنة الناس بيبقى فيها القدماء المصيرين بيبقى بيبقى عندهم حاجة نهاية عاشة عندهم أدوات كانوا بيستخدموا للحفر عندهم معتاك معينة كانوا بيستخدموا فالحاجات دي كلها لما عين العمل بتتكسر منهم فتتتكى إنها شواهد احنا بنفعنا كأثريين بنمشي وراء هزي الشواهد وبنعرف نوصل لكشفنا ثاني حاجة لما هم بيكونوا عاديين طبعا مما لشكفي بيأكلوا بيشربوا بيستخدموا أواني فخارية بيستخدموا حاجة من هذا القبيل منها بعضها ممكن بيتكسر فبيسبوه في مكانه كل دي دلالات وشواهد بتدفعنا كباعات مصرية إن احنا نستمر ولا هزي الشواهد وهزي الدلالات عشان بنوصل لل وعشان كمان يا فندم صحيح وعشان كمان من ضيعش مجهودنا وقتنا على الفاضي بكل تأكيد دي نقطة غاية في الأهمية بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار